مساهل الحالة نحن نتكلم على فريق برضو من الفرق اللي يتقال عليها من الأكثر مشاركة في كاس العالم للأندية مش أول مرة أبداً هم مشاركوا قبل كده كتير ويمكن أكبر إنجاز حققه في سنة من السنين كان حصولهم على الميدالية البرونزية في البطولة اللي كانت وقتها كمان أعطاق بتقام في المغرب يعني من سخرية القدر أو من محاسة للصدب لسه مش عارفين على كل الأحوال طبعاً النادي الأهلي ابتدى مسارته في كاس العالم للأندية اللي بيشارك فيها للمرة التامنة في تاريخه وللمرة التالتة على التوالي البداية إن شاء الله حتكون يوم 1 فبراير بمواجهتنا مع أوكلاند سيتي النيوزيلاندي وفي حال الفوز سيتأهل لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير طبعاً لحساب الدور ربع النهائي ويتأهل الفائز من الموتشين دول لمواجهة ريال مدريد في الدور نصف النهائي اللي هيشهد أيضاً مواجهة أكيد هتكون قوية جداً بين فلمنجو والبرازيلي والفائز من لقاء الهلال السعودي مع الوداد المغربي صاحب الأرض وجمهور فيما ستقام مبارتي الثالث والرابع والنهائي يوم 11 فبراير إن شاء الله بطبيعة الحال أكيد النادي الأهلي بيسعى للفوز وكمان لتحسين نتائجه في مونديال الأندية بعد ما توج قبل كده بالميدالة البرونزية في ثلاث مناسبات منها مرتين في آخر عامين على التوالي طبعاً جماهير النادي الأهلي المراضي عنها على ما هو أبعد من كده بكتير يعني إحنا بنتكلم في المربع الده ببداية الكلام لكن إن شاء الله أحلامنا هتوصل بينا للقاء النهائي موتش النهائي إن شاء الله ليه ما ناخدش ميدالة دهبية ليه ما ناخدش ميدالة فضية ليه ما نحسنش وضعنا في مشاركتنا في هذه النسخة من كأس العالم الأندية وخصوصاً هي بتقام على أرض مغربية وكلمة حق لازم تتقال وشكر واجب لجماهير المغرب في كل مكان اللي دايماً بتحسن استقبال النادي الأهلي واللي دايماً بتتكلم عنه بكتير جداً من مظهر الحب والفخر والاعتزاز ودايماً بتقول بشكل أو بآخر بصيغة أو بأخر أن النادي الأهلي بيمثل دولة محببة لنا كمغربة فضروري تكونوا عارفين أن أكيد المحبة متبادلة وربنا يدمها يا رب إن شاء الله هي القصة كلها كمان في الفترة الأخيرة مع الدعم اللي هم شايفين ودعم إحنا شفنا وقتها الندى الطبيعي لما أنت كنت بتدعم المغرب أو بتشاجع المغرب في كاس العالم أنت كنت بتعمل ده لأن دي دولة في الأول في الآخر عربية وأنت تتمنى أن إحنا فعلاً نفوزوة تتمنى أن إحنا كعرب كمان الوضع يختلف عندنا عند كل المستويات أو في كل الملفات منها أكيد الملف كمان الرياضي ففكرة دعم المصريين للمغربة هم إحنا شايفينه إن ده حاجة طبيعية هم أخدوها إن دي حاجة جميلة وأسعادتهم بشكل كبير جداً وده اللي خلى المغربة بعد كده وتكلمنا الشعب المغربي يعمل الهاشتاج اللي هو فيه دعم لنادي الأهلي بما أنه النادي الأهلي بيمثل مصر في كاس العالم للأندية فهم بيشجعوا الأهلي كدعم لمصر فأعتقد برضو دي كانت لمسة حلوة جداً وده اللي إحنا الغرض في الأول في الآخر من الرياضة يعني الرياضة مفروض أن هي بتقرب الشعوب من بعض مش بتعمل فتن مش بتعمل مشاكل مش بتعمل سمعة غير طيبة صحيح صحيح تمام كده؟ طيب